نستهلها كالعادة بأخبار الصحف الرياضية الصدرة اليوم الثلاثة الموافق للسبع مارس 2017 والبداية بالشباك التي خصصت إحدى صفحاتها كاملة للحديث عن اللقاء المنتظر عشية اليوم بين نابولي الإيطالي وضيفه ريال مدريدا الإسباني لحساب إيابة دورة ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا وقالت الصحيفة أن نابولي يبحث عن انتفاضة الأمل حيث لن ينشغل أي فرد من أفراد النابوليتانو إلا بهذه القمة لفريقهم الذي لم يستنشق عبق التألق الأوروبي منذ ثلاث عقود بينما الميرينجي سيسعى للحفاظ على تاج البطل وتأكيد فوزه في سانتياغو بيرنابيو بثلاثية لهدف وحيد كما نقلت الصحيفة أراء وتصريحات نجوم الفريقين حول هذا اللقاء دائما مع الشباك التي قالت أن إدارة ليستر سيتيال إنجليزي قد أعلنت بشكل رسمي أن المدرب الجديد للفريق سيعرف في الرابع عشر مارس الجاري خلفا للمدرب المقال كلاوديو رانييري والذي ستكون مهمته مواصلة إنقاذ الفريق بإبقائه في حضيرة الدورية الإنجليزية المبتازة وأضافت الصحيفة أن تاريخ إعلان اسم المدرب الجديد للفريق سيتزامن ومباراة الفوكسز أمام إشبيليا الإسبانية لحساب لقاء العودة من دور أبطال أوروبا بعد أسبوع من الآن ونشرت الصحيفة بعض أسماء المدربين المرشحين لخلافة ترانييري على غرار كريك شيكسبير ورودي هوتكسون لوبيتغ قالت أن كل من إشبيليا وأتيتيكو مدريدا الإسبانيان يسعيان لاستقدام والاستفادة من خدمات الدولي الجزائري رياض بودبوز الصائفة المقبلة من نديه مونبليي وأضافت الصحيفة أن بودبوز الذي يريد لعب رابطة الأبطال الأوروبية ربما سيغير الوجهة إلى إسبانيا على اعتبار أن هذين العرضين من أحد عمالقة الليجة الإسبانية يشاركان بانتظام في المنافسات القرية وهو ما يريده اللعب